اتقال كمان ان انت نقلت مباريات الزمالك ووقتها الناشئين والولاد الصغيرين خارج النادي خالص دي حدوتها تانية انت يعني عندك وقت عندي القيم والاخلاق اللي الواحد اتربى عليها تخليه يعمل التصرف اللي هقوله لحضرتك ده لأول مرة في اللجنة الأولمبية المصرية كان فيه خمسة من 13 ابناء نادي الزمالك لعبوا في نادي الزمالك وتقريبا اتنين او تلاتة تانيين زمالكوية برضو بس ما لعبوش في نادي الزمالك خلينا نقول الخمسة اللي لعبوا كانوا مين حازم امام حدس ولا حرج مين حازم امام طبعا كان مواسل اتحاد الكورة اتحاد كورة قدم كابتن ياسر ادريس السباحة رئيس اتحاد السباحة كان هوضل مجلس الزارة طبعا يحيى دعبس لعب هوكي نادي الزمالك وكان نائب رئيس اتحاد الهوكي خالد ناصف سليم ابن العلامة ناصف سليم وانا اتحاد كورة اليد خمسة دول ايه الزمالكوية صح لعبوا في نادي الزمالك وكان فيه ناس تانية الزمالكوية برضو محترمين وكل حاجة لدرجة ان في اللجنة الأولمبية بيقولوا ده اول مرة في التاريخ يحصل ان يبقى فيه هذا كم يعني من الزمالكوية في هذا المكان حضرتك لو رئيس نادي الزمالك في هذا التوقيت تتعامل ازاي مع الناس دي ده بالعكس ده انا هفتح علاقات وهفتح كلام وابن جسور طبعا صالح الماديا ما حدث كالتالي جي المستشار مرتضى منصور قدم اللايحة الجديدة اللي هو عاملها عشان تعتمد اللي هي بحكم المحكمة تلغت ودلوقات الانتخابات اللايحة الاسترشدين لما قرينا اللايحة مش احنا القانونيين كمان يعني لقوا ان فيها يعني حاجات لا تتوافق مع قانون الرياضة ومشاكل كثيرة جدا فرحوا بعتنلو اي لنلو ايه اللي عندك مشاكل في اللايحة فاللي انت عاملها دي مش مرفوضة او مش مقبولة تعالى راجع اللايحة وتناقش في الموضوع ده اشتركوا في القناة